كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن نعمة الإنجاب ونعمة الأولاد وأيضا أجر وتواب من فقد فلدة كبده ربنا سبحانه وتعالى تجلى علينا بالنعم وتجلى علينا بالعطاءات والإمدادات التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ولعل من أبرز هذه النعم هي نعمة الأولاد ونعمة الخلفة قال جل جلاله المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هذه النعمة يعطيها الله تعالى لمن يحب من عباده وهي تجلي لوصف من أوصاف الدات الإلهية وصف الوهاب الله وهاب يهب لمن يشاء إناثا ويغب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة ربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه ويقسم القسمة على عباده والمؤمن الصادق المخلص دائما يمد يديه إلى ربه وما أعطاك الله عز وجل فهو خير وما نزعه منك فليس لك إلا الصبر والاحتساب الله تعالى يعطينا نموذج لهذه القسمة يهب لمن يشاء إناثا بدأ بالإناث طبعا لأن لهن فضل كبير وعادة الناس يفضلون الذكور لأن الذكر يحمل الإسم وأيضا يحمل السيف وينكأ العدو فيرغبون الناس في المولود الذكر إلا أن الله تعالى رغبنا في الإناث وجعل الرزق مقرون بخلفة البنات فقال يغب لمن يشاء إناثا هناك من الأنبياء والمرسلين من ربنا عز وجل لم يعطيه إلا البنات كسيدنا شعيب عليه السلام أعطاه الله تعالى خلفة البنات فقط وهناك من الأنبياء والمرسلين من أعطاه الله تعالى فقط الدكور كسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما كبر أعطاه الله تعالى سيدنا إسماعيل ثم زاده إسحاق نافلة وكان يقول الحمد لله الذي وهاب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هناك من يعطيه الله تعالى خيرا من الذكور وخيرا من الإناث كما وقع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى أربعة من البنات وثلاثة من الذكور ويجعل من يشاء عقيمة هناك من يختار له الله تعالى أن يبقى بلا أولاد إنه أمر الله لا اعتراض عليه ومن الأنبياء ممن لم يرزقوا بالأولاد منهم سيدنا يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا حصورا أنه منع من الزواج حصر عن الزواج وكذلك سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام رفعه الله إليه في بداية 30 من عمره ولم يتزوج فهي قسمة من الله سبحانه وتعالى يعطي لمن يشاء من عباده ما يشاء إلا أن الإنسان إذا حرم من الإنجاب له أن يتبع الأدوية ويتبع الوصفات الطبية ولكن أحيانا قد لا تفلح هنا يأتي دور الدين يدخل ويحضر قويا في حياتنا الأشياء المعقدة والأشياء التي تبدو مستحيلة في العلم وفي الطب وغيرها إنها مقدور عليها في الجانب الديني كل ما حضر الدين هو يزيح كل الموانع ما في موانع ما تقول ليك هناك مانع أو هناك صعوبة أو هناك مستحيل مع الدين كل شيء ممكن لأن فيه يتدخل تتدخل الإرادة الإلهية والرحمة الربانية والعناية الشاملة وهو سبحانه وتعالى قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب كمثال على ذلك أنه في أهد نبي الله موسى عليه السلام وجد امرأة كانت عاقرا أكثر من عشر سنوات هي متزوجة ولكن لم ترزق بالحبل ولا بالإنجاب في البدء استشارت الأطباء وذهبت عند الصيادلة والمعالجين وقدموا لغاء كل ما في وسعهم لكن بدون نتيجة اضطرت هذه المرأة أن تسلك كل الطرق المباحة والغير المباحة حتى كادت تتعلق بالأوتان وتتعلق بالخرافات فقال لها أحد الأبرار قال لها عليك بالدعاء كلما وجدت صالح من الصالحين أطلبي منه الدعاء طبعا صالح حي وليس صالحا ميتا بعض الناس يقصدون القبور الميتة يدعونها ودعاء الميت لا يجوز وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى وممكن أن نستعين بالأحياء نطلب منهم الدعاء كما كان يفعل الصحابة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعده صاروا يفعلونه مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء من الصالحين ممكن هذه المرأة كلما وجدت صالحا طلبت منه أن يدعو الله لها إذا رأت فيه سمة الصلاح كان ساجد أو راكع أو سمته تدل على أنه متدين تقول ادعو الله لي لكن دعا الناس لها كثيرا دون النتيجة في يوم من الأيام وهي تسير تتأمل في ملكوت الله حزينة منكسرة إذا بها تلتقي بنبي الله موسى عليه السلام وطبعا سيدنا موسى هو الكريم يتكلم مع الله جل علاه مباشرة فقالت له يا نبي الله موسى ألتمس منك أن تتوسل لي إلى الله أطلب لي ربي عز وجل أن يكرمني بالحمل أريد الحمل أريد أولاد أريد بنات أريد أن أشعر بالأمومة أريد أن أرضع أريد أن أشعر بالنفاس يا نبي الله أنت حبيب الرحمن وأنت عند الله وجيه وأنت عند الله كريم وربنا عز وجل يكلمك مباشرة ادعو الله لي سيدنا موسى ذهب عند ربه وكان كل ما أراد أن يكلم ربه كان يختلي ويضع إزار على رأسه ويجتو على ركبيه ويرفع يديه إلى السماء ويناجيه لا إله إلا أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم فيقبل عليه الله تعالى يقبل عليه قال ماذا وراءك يا موسى قال يا رب تلك المرأة لقد طلبتني واستعطفتني أن ألتمس منك أن تكرمها بإنجاب بولد كما أكرمت الناس هذا أمر يسير عليك يا رب العالمين وأنت الخالق وأنت الوغاب فأجاب الله تعالى نبيه وكلمه موسى قال له لقد سبق في علمي أن هذه المرأة عاكر وقد كتب الكتاب ورفعت الأقلام وانتهى الأمر إنها عاكر لن تلد أبدا رجع سين موسى أسفا والتقى بالمرأة وقال لها الحوار الذي دار بينه وبين ربه جلع له المرأة لم تيأس قال له يا موسى ارجع ارجع إلى ربك لعله 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 يغفر لعله يتجاوز لعله يرحم فذهب موسى عليه السلام مرة ثانية وكالعادة إذا أراد أن يكلم ربه يضع ذلك الدتار على رأسه مستترا ويجتو على ركبتيه ويرفع يديه ويناجيه لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد يناديه فيقبل عليه الله تعالى ماذا وراءك يا موسى قال يا رب تلك المرأة تبكي وقد آلمتني يا رب أرزقها بمولود إنك على كل شيء قدير فقال يا موسى ألم أخبرك بأنه سبق في علمي أن هذه المرأة لن تلد وقد كتب في اللوح المحفوظ أنها عاكر ورفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر سيدنا موسى تأطى رأسه مستحيا ورجع إلى المرأة آسفا يقول نفس الكلام المرأة تبكي وتقوله يا موسى ارجع إلى ربك لعله لعله وبقيت تستعطفه حتى أقنعته أن يعود للمرة الثالثة عاد موسى فعل نفس صنيعه ولم يسمع إلا نفس الجواب فرجع إلى المرأة وقال لها يا مرأة عليك بالصبر قلت ليرجع إلى ربك المرة الرابعة قال أستحي أستحي أن أعود إلى ربي ثلاث مرات وأنا أذهب إليه اصبري واحتسبي وانصرف موسى عليه السلام عن المرأة ومرت الأيام ومرت الأسابيع ومرت الشهور ودار العام وبينما نبي الله موسى عليه السلام يمر من نفس البلدة إذا به يرى تلك المرأة يراغ وعينها تطفح بالسعادة وهي تحمل جنينا طفلا صغيرا رضيع وسورته جميلة مثل القمر والناس يتزحمون عليه في الأسواق يرون ذلك المولود ويقول سبحان الله ما أجمله سبحان الله ما أكرمه فتزحم موسى عليه السلام مع الناس وأقبل عن المرأة قال يا مرأة هل أنت التي كنت تلتمسين الدعاء للإنجاب قلت أي نعم يا نبي الله وقبلت كتفه ووقفت أمامه مستحية قال لها من هذا الغلام قلت لئنه ابني لقد أكرمني ربي وقد حبلت وقد أنجبت وأعطاني المولى سيدنا موسى لم يصدق قال لئن ربي عز وجل دعوته ثلاث مرات متتاليات وكل مرة يقول لي لقد سبق في علمي أن هذه المرأة عاقر ولن تلب وقد كتب في اللوحي المحفوظ هذا الأمر ورفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر قالت لو الله إنه ابني لقد حبلت ويسر الله الأمور وأنجبت وأعطاني المعطي سيدنا موسى لم يصدق أراد أن يتأكد ورجع كعادته إلى الخلاء بعين عن أنظار الناس وأراد أن يكلم ربه وضع كالعادة ذلك الدثار على رأسه مستحيا جت على ركبتيه وبدأ يناجي ربه يا الله يا الله يا كريم يا ودود فأقبل الله عليه قال يا رب إني في حير من أمري هل فعلا تلك المرأة حبلت وأنجبت أم أنها تكذب علي فأجابه المولى سبحانه وتعالى لا يا موسى إنها صادقة وإنها فعلا قد حبلت وأنجبت وقد وهبتها الولد المطلوب قال يا رب ألم تخبرني بأنها قد سبق في علم الله وكتب في اللوح ورفعت الأقلام وانتهت الأمر قال أي نعم يا موسى أخبرتك بذلك لكن هذه المرأة لكن هذه المرأة لم تيأس من رحمتي ضلت تناجيني بالليل تقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فغلب أرحم الراحمين قدري هذه الكلمة الطيبة أرحم الراحمين تغلب القدر القدر ولو كان مكتوب ومسجل ورفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر لن ينتهي الأمر هذه الكلمة الطيبة المباركة تناجي رب العالمين وتقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ملك من السماء يقول لك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك اسأله ما تشاء فهذه الواقعة أيها الأحبة الكرام تعطينا دليل أنه لا ينبغي أن نيأس أبدا من رحمة الله الواسعة حتى ولو كان الطب يقول لك بأنه لا يمكن حتى ولو العلم والمعرفة والقواعد المنطقية كل لغا تقول لك لا اعلم بأن الله تعالى يقول لك نعم لأن الله عز وجل على كل شيء قدير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب فالأولاد نعمة عظيمة مباركة إذا أعطاك الله الأولاد فهذا رزق وفير وكل مولود يأتي برزقه كل مولود رزقه هو هو في عنقه لما يأتي الله تعالى يفتح لك أبواب الأرزاق لكن كما يكرم العبد المؤمن بالعطاء قد يبتلى بالسلب والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية أكيد أن الكثير من السادة المتابعين لنا عاشوا تجربة مريرة بفقدان الأولاد هناك من فقد أولاده وقد قد يشعر بنوع من الأسى وهناك من يشعر بالصدمة وهناك أدبيات معروفة باللغة العربية وأيضا باللغة الفرنسية والإنجليزية لبعض الأمهات والآباء يناجون الدات الإلهية منهم مثلا من من يعترض لماذا يا رب أخذت مني ابني لماذا أخذت مني فلدة كبدي في الحديث النبوي الشريف مرة أحد الصحابة هو حديث عهد بالإسلام زوجته وضعت ابنا فقالت له يا هذا احمل الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركه ففعل الرجل وأخذ الصبي لازال رضيع إلى رسول الله قال يا نبي الله أنت رجل فاضل أنت حبيب الرحمن وأنت البشير أنت النذير أنت خير البرية وصار يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خذه بين يديك وباركه لي النبي الكريم أدن للمولود في أذنه اليمنى وأقام له الصلاة في أذن اليسرى ووضع يده على ناصيته ليقرأ وكأنه توصل برسالة من السماء فقال في دعائه اللهم اجعله شفيعة اللهم اجعله شفيعة اللهم اجعله شفيعة ثم أعطاه لوالده ذهب الوالد بالمولود فرحا مسرورا وقال هذا المولود مبارك لقد باركه النبي خير البشرية صلى الله عليه وسلم ولكن بعد مدة أصاب الولد مرض وبدأ يتفاقم وما هي إلا أي معدودات حتى لفظ أنفاسه ومات مات المولود وحزن الأب وحزنة الأم وسد الحزن كل أفراد الأسرة والعائلة وصبروا أمر الله هذا لا نقول أي شيء ومرت الأيام والأسابيع والشهور فحبلت المرأة نفس المرأة حبلت أعطاه الله مولود آخر ولما وضعته قالت له يا هذا خد خد هذا الصبي وأحمله إلى رسول الله ليباركه فزوجها أخذ الصبي وذهب وهو متردد لكي يبارك له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود فلما وصل قال يا نبي الله هذا رزق أخر أعطاه الله لي باركه النبي الكريم فعل معه كما فعل مع الأول أذن له في أدنه اليمنى وأقام له الصلاة في أدن يسرى ووضع يده على ناصيته وصار يدعو له ثم قال اللهم اجعله شفيع اللهم اجعله شفيع اللهم اجعله شفيع ثم بعد ذلك انصرف الرجل لما ذهب إلى بيته فرحا مسرورا لكن للأسف بعد أيام الطفل أصابه مرض شديد وحمى شديدة وما هي إلا أيام معدودات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فمات فتشاءم الرجل تشاءم وقال أي نبي هذا نقول نبي نبي ورسول ويبارك لقد حملنا له أولادنا فأصابهم ما أصابهم لقد ناتوا بين يدينا أي نبي هذا وصار يقول في نفسه كلام كلام فيه مس بكرامة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لما اشتد معه هذه الهواجس نام نومة عميقة وحزين إذا به يرى رؤية منامية مخيفة رأى كأن القيامة قد قامت وأن الناس بعثوا من قبورهم رأهم قد بعثوا في أرض غير هذه الأرض في أرض فلات خالية ثم رأهم يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب والناس حفاتا عرات ثم رأى الشمس البعيدة تقترب من الناس حتى تبقى ما بينه وبين الناس إلا مقدار شبر أو ذراع والناس ينتظرون واليوم طويل طويل جدا ليس كأيام الدنيا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون اليوم طويل والشمس قريب من الرقاب وليس هناك ظل نستضل تحته ولا شراب نشربه والناس شعر بالعطش وشعر بالعياء والعرق يتصبب من الجبين منهم من وصل إليه العرق في أخمص قدميه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقوه وإنصفه والناس بدأوا يرون مشاهدا مخيفة يوم القيامة وكل منهم يتمنى أن يلجى إلى باب الجنة هناك باب الجنة والناس يتمسكون هذا بصلاته وهذا بصيامه وهذا يتوسل ببحجه وعمرته وهذا ببره بوالديه وهذا بالصيلة رحمه وذاك الرجل شهد دي المشاهد المرعبة وقال أن بمدى سوف أتوسل من سوف يحملني والتفت خلفه فرأى زوجته ورأى بقية أفرد أسرته كلهم كل يقول نفسي نفسي من ينقذنا من يدخلنا الجنة فإذا بالطفلين الصغيرين الذين فقدهما يظهران له وكأنهما ملكين نورانيين مباركين فقالوا سمع من يقول إنه أبوكم وإنه ولي أمركم ادخلوا الجنة قالوا لن ندخل الجنة حتى نأخذ أمنا وأبانا في أيدينا وبقية أفراد أسرتنا فصارت طفلين الصغيرين يأخذان بالأب ويدخلانه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ثم يأخذانه الأم ويدخلناها الجنة ثم يبحثون عن من زل قدمه أو قل عمله من العائلة والمقربين الأحباب وأدخلوهم الجنة والرجل فرح فرحا عظيما فإذا به يسمعوا النداء للفجر حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قام الرجل فزعا وكله يتصبب من العرق فقال يا مرأة لقد رأيت رؤية غريبة وقص عليها الرؤية فقال إنما قاله محمد بن عبد الله إنه لصدق وإني لأشهد أنه رسول الله لقد دعا بالطفلين وقال اللهم اجعلهما شفيعا اللهم اجعلوا شفيعا وقد رأيت بأمي عيني مقام الشفاعة للطفلين يوم القيامة الله تعالى طواله الزمان والمكان وأره ودي المشاهد مرت السنة فحبلت المرأة ووضعت مولود جديد فأخذه الرجل فرحا مسرور وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله ها هو دا لقد أعطاني ربي مولود أخر باركه لي سيدنا النبي كالعادة يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم الصلاة في الأذن اليسرى ثم أخذ بناصيته وصار يدعو له وقال اللهم اجعله من أهل القرآن واجعله مجاهدا من المجاهدين دعا له أن يكون من أهل القرآن وأن يكون من المجاهدين في سبيل الله والرجل قال يا رسول الله قل شفيعا قل شفيعا قل شفيعا قال لا هذا سيكونه إن شاء الله من الحفظة للقرآن العظيم ومن الذين يحملون لواء الإسلام وفعلا ذلك الولد أعطاه الله صحة وعافية ونبت نبت حسن وأنشأ الله تعالى نشأة مباركة ولما كبر صار من الحفظة حفظة القرآن العظيم وقيل بأنه خرج من صلبه عشر من الأولاد يحفظون القرآن العظيم وقيل بأنه كان من المشاركين في كل المعارك والغزوات مجاهدا من الفرصان وقيل بأنه لم يرى بأسا بباركة دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور أيها الأحباب الكرام تعطينا انطباع وهو أننا لو اطلعنا على الغيب لعلمنا ما فعل ربنا إلا خيرا كلما اطلعت للغيب لو كشف الله لا نسي ترى الغيب ما الذي سوف يقع لن تدرك إلا بأن الله عز وجل يفعل خير ويكفي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر هنا قصة واقعية وقعت في إحدى البلاد أن مرأة دائما يسقط لها الجنين لا يسمى بالسقط كل مرة يقع لها الجنين و و يسقط وكانت تمكرت وقالت لماذا يقع لهذا لماذا ربي يفعل بهذا الناس كثر ملايين البشر لم أدروا إلا أنا فحاولت الانتحار من شدة هذه المأساة أخذت دراعها وأخذت مادة حادة وقطعت العرق لكن العائلة أنقذوها فلما استيقضت من سباتها وجدت نفسها في النصحة لقد أنقذوها في الإنعاش لكن لما انصرف العائلة أزالت كل الخيوط وأردت أن تقفز من أعلى النافذة والمصحة في الطبق التالي فقفزت من أعلى النافذة تريد الانتحار فسقطت على متن سيارة والسيارة أحمتها فلما استيقضت وجدت بأنها كلها مكسورة فيها كسر هنا في دراعها وفي فخدها وفي عنقها والناس قد أنقذوها فقالوا هذه المريضة بمرض نفساني تريد أن تنتحر جاءها بالحراس لكن أحد العلماء والفقهاء قال له هي امرأة أنا سأقيل لك كلام إذا أقبلته ففعل ما تشاء وحكى لها مثل هذه القصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن ذلك المولود الذي فقدناه في الصغر يعطيه الله تعالى مقام الشفاعة يبعثون ربنا يقول لهم أدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب فيقول يا رب لن أدخل إلا وأمي وأبي في يدي لأنهم أولياء نعمتي وربنا عز وجل كما قال في الحديث القدسي إذا فقد أحد الناس أولاده يقول الله تعالى لجبريل يا جبريل هل أخذتم فلدة كبد عبدي فيقول نعم يا رب أخذناه هل أخذتم قرة عينه يقول نعم يا رب أخذناه فيقول وماذا ماذا ماذا قال عبدي قال يا رب حمدك وشكرك هذا عبد المؤمن حمدك وشكرك ولم يتأفف فقال فقال يا جبريل أبنو لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد الجنة هي كبيرة فيها بيوت كثيرة وأعظم البيوت هي بيوت الحمد توجد في بؤب الجنة تتراء أنوارها من بعيد فالمؤمن لما يدخل الجنة كل واحد منا سوف يداب إلى بيته مباشرة ويجد الباب مفتوح ويدخل مباشرة إلا من فقد أولاده في الحياة هذا لما يدخل إلى يعطي الله قصر عظيم تتلالى أنواره وهو أكبر حجما وأجمل منظرا من غيره لكن ما عندهم يفتح كل البيوت مفتوحة إلا بابه مغلق فيستحي ويترق الباب يترق الباب يستفتح ثم يرى الباب يفتح يفتح الباب من الذي يفتح له إنه ابنه أو ابنته التي فقدها في الصغر كل من فقد أولاده في الحياة ربنا يعطيها له من جديد فيرى ذلك الإبن ومن خلفه يرى الله سبحانه وتعالى مباشرة رأي العين يرى الله رأي العين يرىه مبتسما ويخاطبه مباشرة ويقول يا فلان هذه وديعتك أعدناها إليك خدها بين يديك فيفرح العبد المؤمن ويعانق فلدة كبده ويحمد الله تعالى على دي النعيم فالمؤمن أيها الأحباب الكرام عليه دوما إما أن يكون شاكرا عند العطاء وإما أن يكون صابرا عند البلاء ها هو المؤمن إذا أعطاك الله أولاد وعطاك الله خير وبركة فأشكر أكتم الشكر ولأ إن شكرتم لأزيد أنكم وإذا لا قدر الله لا سمح الله ابتلك الله ببلاء اسبر اسبر فإن العوض عند الله تعالى سيكون كثير وإذا أعطاءك أدهشك هذا هو المؤمن عند النعمة يشكر وعند البلاء يصبر وإذا ما أخطأ في حق الله أو في حق نفسه أو في حق الناس يستغفر كثير الاستغفار فنسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يحفظ أولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم ويجعلنا من عباده الصالحين إنه سميع قريب نجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقمنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة